بسم الله الرحمن الرحيم فشبة لسان الثور أولا فشبة لسان الثور أنكوسة وبالإنجليزية بوراج هي نبات ذات أزهار زرقاء وأوراق بيضاء ووبر شائك وتحتوي على نسبة عالية من حمل ثانيا يحتوي نبات لسان الثور على مادة البيتا كارفلين وقلويدات وزوية طيارة ومواد لعابية ومواد عفصية وصابونية وفيتامينات وأحماض عضوية ثلاثة الجزء المستعمل فيها هي الأزهار والأوراق أربعة جرعتها منعقة من 2 إلى 3 غرامات وقد تصل إلى 5 غرامات مرتين إلى 3 مرات لمدة أسبوع إلى 8 أسابيع خامسا النوع الآمن هو عشبة لسان الثور ذات الإسم العلمي بوراج أوفيسلينالس أل سادسا أنواع عشبة لسان الثور التابعة للجنس أنكوسة تعد غير آمنة للاستخدام سابعا معارجة للالتهابات مثل التهابات القلب والمفاصل والجهاز البولي ومدرة للبول والعرق وتساعد من أعراض السعال والكحة وهيطارد للبلغم وتخفف من الاضطرابات النفسية والعصبية وتساعد في علاج الأكزمة والذئبة الحمراء وتنشط الغدة الكذرية ثامنا تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم وتساعد في تحسين النمو وتطور لدى الأطفال الخدج وتخفف متلازمة ما قبل الحيض PMS وتساعد في تحسين الطراب بنقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD أضرار زيادة جرعة عشبة لسان الثور أولا عند تناول جرعة عالية من زيت لسان الثور فإن ذلك يسبب بعض النوبات ثانيا يعد استخدام زيت بذور لسان الثور غالبا غير آمن أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية حيث تقلل حليب الأم المرضع وقد تسبب تشوهات خلقية للرضع ثالثا أما بالنسبة للأطفال فإن تناوله عن طريق الفم يعد غير آمن وبخاصة المنتجات التي تحتوي على قلويات البيروليزيدين فالأثار الجانبية لعشبة لسان الثور تسبب النفخة والغازات وعسر الهضم والتجشوء والنوبات لذلك يجب استخدامه بحذر في مرضى الصرع وكذلك الذين يعانون من اضطرابات في النزيف حيث قد يزيد زيت لسان الثور من مدة النزيف وخطر الإصابة بالكدمات ولذلك يجب التوقف عن تناولها قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المقرر التداخلات الدوائية قد تتداخل عشبة لسان الثور من نوع بوراج أوفسليناليس L مع بعض الأدوية والتي نذكر بعضا منها فيما يلي أولا الأدوية التي تزيد من تحلل الأدوية الأخرى في الكبد ثانيا الأدوية المضادة لتخثر الدم ثالثا أدوية التخدير المستخدمة أثناء العمليات الجراحية استخدام مكملات عشبة لسان الثور تتوفر مكملات عشبة لسان الثور في المتاجر الصحية والصيدليات بجرعات تتراوح ما بين 300 إلى 1000 ميليغرام وقد تمت دراسة الجرعات الفمويت ما بين 2000 إلى 4000 ميليغرام في اليوم للبالغين وما بين 1000 إلى 2000 ميليغرام في اليوم للأطفال المصابين بالثرابات جلدية استعمال شاي لسان الثور حيث يمكن تحضير شاي لسان الثور من أوراق الشاي المعبات مسبقا أو يمكن نقع غرامين من الأوراق المجففة في كب واحد من الماء المغلي وتناوله ثلاث مرات يوميا